السلام عليكم ازايكم يا رب تكونوا بخير النهاردة هعمل النوتيلة بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير مزبوطة جدا وتعمها طحفة بجد اتمنى الفيديو يجبكم والطريقة تجربوها بس اول حاجة لازم اعملها هعمل الحليب المكسف المحلة عشان النوتيلة بتتكون منه اول حاجة هعملها هحط نص كوباية من المياه السخنة عليها كوباية من السكر البودر وكوباية من اللبن البودر مقادير الحليب المكسف سهلة جدا وبسيطة وبجد المقادير دي مزبوطة جدا ولو حبت ضعفي الكمية بتضعفي المقادير بفضل أقلب فيه كده كويس جدا بالمضرب او ممكن برضو تدربيه في الخلاط وبعدين بجيب كده برطمان او علبة بحطه فيه وبحفظه الاول في التلاجة قبل استخدامه لازم يبرط تماما في التلاجة أقل حاجة حوالي ثلاث ساعات عشان قوامه يتقل أكتر ده كده بيكون شكله هبدأ ان انا اشيله في التلاجة وده كده شكله بعد ما طلع من التلاجة تحفه جدا وقوامه تقل بعدين عشان احضر النوتيلة هاخد كباية من الحليب المكسف هحط عليها معلقتين كبار من الكاكاو الخام وهحط عليهم ربع كباية من الزيت وحط طبعا الحليب المكسف المقدير سهلة وبسيطة ومظبوطة جدا بعدين بقلبهم كويس مع بعض ممكن برضو تستخدمي الخلاط بس لازم يتضربوا شوية كده يعني حوالي خمس دقيق او عشر دقيق انا كمان هنا ضفت معلقة صغيرة من الكوفي ميكس اللي بتعم البندق عشان تكون النوتيلة بتعم البندق او ممكن برضو تجيبي ريحة او طعم البندق بس انا استخدمت هنا الكوفي ميكس بالبندق كان طعمه حلو وتحفه جدا وبعدين هنا بدأت تستخدم المضرب لازم تتضرب كويس ممكن برضو في الخلاط حاول كده خمس دقيق عشان تختلط كويس وده كده بيكون قوامها قوامها حلو جدا وكمان كل ما هتواط في التلاجة هتتقل اكتر هي مش هتتقل قوي بس تتمسك شوية كمان وبعدين بحطها في البرتمان او في اي علبة عندك وبتحفظيها في التلاجة بتعمل بقى بيها سندوتشات او تستخدميها في الحلويات انا اكتر حاجة بستخدمها فيها الحلويات وبتبقى حلو قوي في تزيين الترات او الكيكات تحفة جدا واقتصادية وتعمها حلو قوي ده كده قوامها قبل ما تدخل التلاجة وده كده شكلها بعد ما سبتها في التلاجة حوالي كده ساعتين قوامها حلو قوي وبجد طعمها ورحتها تحفة سهلة ومقادرة بسيطة واقتصادية كمان اتمنى انتوا تجربوها بجد طحفة ويريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد واسبكم في راية اللي سلام عليكم